ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير الشؤون الشباب والرياضة اجتماع مجلس إدارة صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية والذي يهدف إلى دعم طاقات وطموحات وابتكارات الشباب البحريني لإنشاء وتملك الأعمال والشركات وخدمة مجتمعهم ودعم للفرص الواعدة لجني ثمار جهودهم وقد ناقش الاجتماع السبل الكفيلة برصد المهارات والكفاءات الوطنية الشبابية واكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وتمكين الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية وتفعيل دور الشباب البحريني وتعزيز إسهامه في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد بكل ثقة واقتدار كما تم مناقشة وضع خطط لإشراك الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات لتكون شريكا استراتيجيا بخبراتهم في سقل جيل المستقبل بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات في المجال الشبابي وتحفيزهم كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة وآليات تنفيذها بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات وأفكار أعضاء مجلس الإدارة للوصول إلى تحقيق أهداف صندوق الأمل ترجمة نانسي قنقر